موسيقى موجز الأخبار من قناتكم نوميديا نيوز أهلا بكم استقبل الوزير الأول عبد الملك سلال أمس بقصر قرطاج من طرف الرئيس التونسي الباجي جيد السبسي حيث سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقد جرى الاستقبال بحضور الوزير المنتدب المكلف بشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل كما كان لوزير الأول عبد الملك سلال لقاء مع رئيس الحكومة التونسية لحبيب الصيد وكذا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر وحل السلال في تونس لتمثيل رئيس الجمهورية في المسيرة الدولية التي دعا إليها الرئيس التونسي تنديدا بالهجوم الإرهابي الذي استهدف في الثامن عشر مارس متحف الباردو مخالفا مقتل ثلاثة وعشرين شخصا يشرع رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زومة في زيارة دولة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام ابتداء من اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسب ما أفاد به اليوم بيان لرئاسة الجمهورية هذا وأكد سفير جنوب إفريقيا الجديد بالجزائر دونس توكوزاني دولومو أمس في تصريح عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إن الزيارة التي سيجريها رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زومة إلى الجزائر من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وجنوب إفريقيا أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوظياف أمس من ولاية وهران لدى إشرافه على اختتام أشغال الملتقى الوطني التقييمي حول الاستعجالات والنظافة الاستشفائية أن مجانية العلاج خط أحمر في الجزائر لا يمكن لأحد تجاوزه مطمئنا جميع الشركاء الاجتماعيين أن مجانية العلاج خط أحمر لا يمكن للوزارة أو لأي أحد تجاوزه أو التطاول عليه مشيرا إلى أن مجانية العلاج تعتبر مكسبا منذ أيام الثورة التحريرية المجيدة وستبقى وبالتالي فإنه لا يحق لأي أحد أن يمسها شهدت تونس مسيرة مؤيدة للحكومة ضد الهجوم الإرهابي الخطير الذي شهدته البلاد قبل قرابة الأسبوعين والذي راح ضحيته 23 شخصا بينهم 21 سائحا أجنبيا حيث شهدت المظاهرة مشاركة جمهور شعبي غفير إضافة إلى العديد من الأحزاب السياسية التونسية وكذا قادة ورؤساء الدول وحضر هذا الحدث الوزير الأول عبد الملك سلال مماثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وجاءت هذه المظاهرة للتنديد بالإرهاب الذي طال أمن واستقرار تونس خصوصا بعد الاعتداء على متحف الباردو مخلفا أكثر من عشرين قتيلا فيما أعلن رئيس الوزراء التونسي لحبيب الصيد أن زعيم أكبر جماعة متطرفة في تونس والمسمى لقمان أبو صخر المتهم بقيادة الهجوم الذي استهدف متحف الباردو قد تم القضاء عليه من قبل القوات التونسية إلى جانب إرهابيين آخرين في قفصة نشكر لكم طباء المتابعة والإصغاء دمتم فرعة الله سلام